بعد انتشار الفيديو المروع الذي يظهر ثلاثة أطفال يتعرضون للتهديد بالذبح وقطع اليدين من قبل شخص يحمل سكينا تمكنت شعبة المعلومات نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة من معرفة هوية الفاعل وتوقيفه على الفور ووالدة الأطفال في بلدة عبا الجنوبية وهما اللبناني ميم فاء والسورية شيين جيم وبالتحقيق معهما اعترفا بأن الأول كان يراقب الأطفال لحين عودة والدتهم من عملها بحكم الجيرة بناء على طلبها وأنه جمع الأولاد داخل غرفة مجاورة للفرن الذي يملكه وقام بتهديدهم بعدما رآهم يحاولون النزول من شرفة منزلهم عبر عمود للهاتف العام محاولا إخافتهم كي لا يعيد الكرة وأنه قام بالتصوير لأن مشهد بكاء الأطفال استهواه وذلك بحضور فتى مقاصر من موليد العام 2000 وفي لحظات التصوير الأخيرة حضرت الوالدة من عملها وأعجبها المشهد فطلبت إرساله إلى هاتفها وبناء على ذلك أود عميم فاء القضاء المختص بناء على إشارته وترك كل من القاصر لقاء تعهد من والده ووالدة الأطفال لقاء سند إقامة وتعهد بحسن رعاية أطفالها